نجع نفسيا شوية يمكن هكشفت انا الوحيد اللي كنت ساكت بسبب انها كنت نفسيا خلاص يعني كنت فعلا في اسوأ حالتي طب ايه السبب السبب ان مش ده اللي انا كنت عايزه ومش ده النتيجة اللي انا كنت عايزها بس انا اضطريت ان انا اسمع كلام وامشي ورا سيستم وورا الاتحاد بسبب كمية مشاكل كبيرة جدا 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 حصلت فطبعا الناس في الوزارة تعبوا من كتر المشاكل فقالولي معلش المراضي تعالى السنة اللي قبل البات اسمع كلامهم اسمع كلام الاتحاد وبالخاص المدير الفنياني وقلت لهم بتمام وكان الفرق ان انا من سنتين كان في بطولة عالم بطولتين عالم كنت انا في الفاينال فيهم وده كنت انا المفروض ان انا ضدهم دلوقتي انا مشيت وراهم السنة السنة دي سنة الاولمبيات النهاردة انا القبل الاخير في الاولمبيات ده الفرق بهاب لعها قيم مشاركة منتخب العام القوة في الاولمبيات باريس هل دي نتيجة طبعية للي حصل في التأهيل او التجهيزات والاستعدادات الاولمبيات ولا ما كانش متوقع كده ده طبعا دي نتيجة طبعية طبعا بص الله حياك على حياة كابتن انت النهاردة انت عايز ايمي الاولمبيات هل انت عايز تتأهل بس فلو على التأهيل التأهيل سهل جدا عندنا